مرحبا فيكم حبازي برج الحوث فخلينا نشوف طاقتك أول شي بهاي الفترة كيف عاملك وشوف في موضوع رح يكتمل في علاقة ممكن تكون عاطفية رح تكتمل رح تاخد خلينا نقول آخر خطواتها أو آخر المراحل بهاي العلاقة العاطفية فأنا عم بشوفها يعني كانت كثير إيجابي أنت عم تركز على هذا الموضوع أن تحاول تنهي الموضوع هذا على خير من ناحية أنه ترتبط خلص بالشخص اللي أنت حاطته في بالك أو أنه يعني فالموضوع عاطفي بجذارة خلينا نشوف إزان شو مخببنا هذا الشهر للحوث الحوث بتوقع يعني بلشت بتنفس من بعد آآ فترة خاطمة كانت شايفي كل إشي عندك هاي الفترة يا حوث شايفي عندك نجاح عملي نجاح عاطفي من بعد صراعات صراع نفسي كنت عايش صراع نفسي اللي هو طول الوقت عم بتفكر بتفكر بنفس الأمور بنفس الشخص بنفس الموضوع لحد يتما سبب لك هذا الموضوع مثل أوه يعني هدك يعني بطلت تستوعب بدك خلص نتيجة بكل الأحوال بدك تسرع الأمور بدك تغير شخصيتك بدك تغير المحيط طبعك كان في عندك مثل نفور ناحية شخص أو ناحية كل المحيط اللي حواليك عم بشوفك هذا الشهر عم تملك كل الأدوات لحتى إنك تكون ناجح عم تنجح بأكتر من إطار بأكتر من شغلة في أمور أو مهام أنت حتى لو بالعمل في مهام رح تسند إليك في شغلات رح يسندها المدير إما المباشر أو غير المباشر لإلك ورح تحقق فيها نجاح هذا الموضوع رح يخلي الناس الحساد اللي هم هدولة اللي كانت في بناتهم أو بينك صراع رح يصير في حسد أو كذا فدير بالك منهم همشهم مات يعني ولكنهم موجودين شايفيت لك على فيه محكمة على نجاح ممكن يكون طلاق حضانة أولاد ممكن يكون فيه محكمة معينة ممكن حتى الزواج رح تكون على نجاح خلينا نحكي الأبراج بشكل عام فيه عندنا جوزاء سرطان تور فيه أبراج نارية كثيرة يعني فيه هوائية كثير عم بتكون وفيه ترابية شوي طيب شايفة فيه شخص القراءات العاطفية حبايبي ممكن تكون دائما يعني ممكن تكون عكسية وممكن تكون لا فديروا بالكم هذا الشخص فيه شخص غلط في حقكم سبب لكم يمكن هون صراع نفسي أو سبب لكم مثل أزمة نفسية أرق هذا الشخص رح يعرف غلطه رح يرجع وبإيده خلينا نقول الدواء أو بإيده الدواء للجراح تبعيتك رح يكون رافع يعني راية السلام ما بده مشاكل تعب من المشاكل هو أساسا حياته مليانة مشاكل ويعني غيرك أنت فعم بشوفكم إش كما عم تجتمعوا مع بعض عم بتتوجه هاي العلاقة شايفة كمان ممكن هون يتكون علاقة علاقة حب من العمل ممكن تكون شايفة فيه انتصار عندك على مستوى الحب وعلى مستوى العمل على هدول الأشخاص أو ممكن على صعيد العاطفة على انتصار على الشخص نفسهم بعد ما كان شايف حاله الشريك أو كذا شايفة الأمور رح تنعكس شايفة إنه فيه علاقة ثالثة منتهية أو رح تنتهي بالقريب العاجل هون بيّن شايفة فيه عندك شوية ممكن تكون مشكلة صحية ممكن حادث بسيط ممكن شغلات من هالنوع لكن ما بتأثر بشكل عام يعني هي شغلة خفيفة جدا أو ممكن عملية جراحية تكون ممكن يكون معنى الكرت إنه الشريك عم بيحاول يوازن بينك وبين حياته العملية من بعد ما كان عم يعني طرف يطغى على طرف عم بيحاول يكون خلينا نقول يعني منصف أكتر ولكن هذا الشخص بدك تكون شوي حذر منه هذا الشخص شوي صعب بإتخاذ القرارات هو شخص خلينا نقول مش ناضج تماماً فنكون شوي بس هو بحبنا احنا بنحبه لكن عم بيكون فيه شوية مش تلاعب ولكن هو شخصيته هيك ما عنده نضوج كفاية بشوفه هذا الشخص فهنكون يعني منتبهين لهاي القضية نشوف كمان على العاطفة هون عم بشوفك فيه أشخاص عم يدعو لك في الليل يا برج الحوت عم بيحبوك من قلبهم يمكن يكونوا أم أو أخوات لأنهم إناس عم بشوف دعواتهم عن جد عم توصل وعم تتحقق لا إلك ففيه أشخاص بحبوك يعني نيالك فيه عندك حب حقيقي اللي قلنا عليه ولكن زي ما قلت لك أنت فعلاً رح تكون حريص من هذا الشخص شايك تغير عندك تغير جذري من ناحية الحب والعلاقة تغير فيه خلينا نقول بتفكير الحبيب فينا وبتفكيرنا إحنا بالحبيب وبالعلاقة فيه تجديد على هذا الصعيد شايفيته الحبيب من بعد ما كان كتير خلينا نقول معاهز إمام الأمور وهو متحكم بالأمور عم تنقلب الورقة عم تنقلب يعني الآية شايفو عم يتطلع لك حتى وهو معاك وحتى وهو بعيد شايفو أنه شايفك مثل الجوهرة ومثل الشغلة اللي ما رح تتكرر لكن الشغلة السيئة اللي طلعت لنا في الأخير العلاقة الثالثة مع الأعمال والأسحار لكن شايفة بعديها فيه انتصار من ناحيتك ومن ناحية الشريك فيه انتصارات ولكن طعمها حلو يعني مش اللي هو انتصار على الحبيب لا يعني أنك سبت الحبيب والحبيب كسبك من بعد العلاقة الثلاثية من بعد تدخل يمكن من العائلة هو مش شرط يكون خيانة أو كذا المهم انتوا رح تنجحوا على هدول المواضيع كلياتهم بثقة يعني بثقة بالنفس رح تكون متبازلة ثقة من عنده ناحيتك وثقة من عندك ناحيته خلينا نشوف عقلة الباطن أكتر إشي هاي الفترة على شو عم بيركز شو عم بتهتم أكتر شي طلعت لك لحالها أوه حلو هون عم بشوف اللي هو تحسن مالي والتحسن المالي يعني بينعكس أو هو أساسا نتيجة التطور بالعمل فشايفة أن التطور بالعمل في أمنيات في العمل في ترقيات أكثر من ترقية في هاي الفترة مع الترقيات كمان في وفرة مالية فجدا أنت رح تكون مركز على هذا الموضوع ورح تكون مسيطر عليه أو حاصل عليه إن شاء الله قلال هاي الفترة شوف إذا في تحذيرات من الورق لبرج الفوت آه نفس الكارت لأ بشوي هون بيطمك بالعكس مش تحذير بيطمك إنه معاك مفتاح قلب الحبيب معاك مفتاح كل شي بالفترة الجاي أنت رح تكون مسيطر رح تكون مش عم تلعب بالحبيب لأ رح ترجع حقك من الحبيب كيف بيقوله وزيادة يعني رح تركز على إنه ترجع حقك منه هو غلطي إن كان معاك بواحد واثنين وثلاث رح تساوي هاي الأمور ترجع كرامتك منه وبعدين تبلش معا صفحة جديدة لأنه مبين إنه التنين أنتوا مالكين قلوب بعض أنا هيك شايفة بالكارت أكثر شي نشوف كرقوت إذا في نصيحة معينة ميركلز بيقولك في معجزات في مثل الحبيب الحبيب ممكن يقدم لك شيء ممكن يقدم لك شيء أنت ما كنت تتوقعه أبدا أبدا من هذا الشخص كنت خلص فاقد الأمل في هذا الشخص أو مش حاطط عليه كثير يعني اعتماد أو كثير طموحاتك ما كنت حاطها كثير على الشريك عم بتشك فيه بنواياه ولكنه رح يقدم لك كثير أمور مثل تطمينات مثل هو رح يكون صلاح الديني ممكن مثل بيقولوه له مصباح على الدين أو شيء رح يكون مثل هيك مبارف إن شاء الله يكون يا رب بس عم يعني بس حب كروت مصايح مو شرط كل الأبراج نفس الكروت يعني عم بس تعمل كروت مختلفة لأبراج مختلفة هو أصلا وقع لحاله شايفي فسطان زفاف شايفي مثل زفاف أو حفل زفاف أو إعلان إعلان لموضوع عاطفي وأكنه رح يعلن رح يعلن عنه في هاي الفترة فإن شاء الله يا رب للناس اللي حابين يعني خلينا نشوف الكروت الرومانس مسلا ها حلو طلعت لك مثل بيقولك بيقولك أنا عم بحمل لك رسالة من الحبيب القديم أو الحبيب اللي موجود عم بيقولك إنه هو سعيد وبسلام بيقولك بيقولك إنه بيحبك بتير هاي رسالة من الحبيب ورسالة كتير حلوة حبايبي برسالة من الحوت نشوف كمان الطاقة المسيطرة على العلاقة ممكن تكون نقلب العلاقة رح تكون أكتر شي عم بتركزوا على الزكريات عم بتحاولوا تعيشوا الزكريات من أول وجديد عم تحيوا الحب اللي تقريبا مات أو العلاقات اللي تقريبا صارت فترة فعم بتحاولوا تعيدوا تنعشوها وترجعوا للذكريات الأديمة وترجعوا تعيشوها في نفس الأماكن بنفس الطريقة ما بعرف كيف بس هو هيك كان الكير حبايبي برسالة ترجمة نانسي قنقر